للمرة الثانية يجتمع رؤساء أركان الجيوش العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث مشروع تشكيل القوة المشتركة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمود حجازي أكد ضرورة الانتهاء من عمل رؤساء الأركان قبل التاسع والعشرين من جويلية المقبل ذلك فيما يتعلق بتنفيذ قرار القمة العربية السابقة الخاص بإنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة وأوضح حجازي في كلمة أمام رؤساء أركان الجيوش العربية قبل بدء اجتماع مغلق أن القمة العربية اعتمدت مبدأ إنشاء القوة المشتركة وأوكلت مهمة ذلك إلى رؤساء الأركان ومن المقرر التقدم بنتيجة عمل رؤساء الأركان إلى رئاسة القمة وعقد الاجتماع الأول لرؤساء أركان الجيوش العربية في الثاني والعشرين من أفريل الماضي بمقر جامعة الدول العربية برئاسة مصر وتأتي اجتماعات رؤساء الأركان العرب لبحث المقترحات الخاصة بالإجراءات التنفيذية وأليات العمل والموازنة المطلوبة لتشكيل القوة العسكرية العربية قوة منوط بها القيام بعمليات التدخل السريع وتوحيد الجهود للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة العربية حمد شجيع الشروق نيوز القاهرة